صفقات فساد بملايين الدولارات تذهب لشركات نفطية تتبع قيادة الإنقلاب تلاعب في الأسعار وتزوير عقود الشراء وسوق سوداء تبتلع ما تبقى من قوت المواطن إنها قصة لوي فساد نفطي تمارس قيادة ميليشيا الحوثي وتكشف عنه وثائق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الوثائق كشفت عن واحدة من صفقات الفساد التي تمت بين شركة النفط وشركة كرو جاز بمبلغ لتجاوز 50 مليون دولار هذا المبلغ ذهب لصالح كرو جاز وهو ثمن صفقة نفطية يتم بموجبها استيراد الوقود لشركة النفط اليمنية غير أن ما لم يرده التقرير هو الجانب المظلم في هذه الصفقة إذ أن الصفقة النفطية تلكو إن سجلت باسم شركة النفط وسمح بمرورها إلا أنها لم تصل إلى خزانات الشركة تحت مبرر تأخر السفن المحملة بالصفقة فيما الصفقة نفسها وصلت محملة على سفن أخرى لصالح كرو جاز نفسها ووجهتها السوق السوداء بعيدا عن خزانات شركة النفط ومحطاتها لتباع للمواطن بأضعاف سعرها الرسمي لكن هذا وحده غير كاف فقد كشفت تقر عن جملة من الاختلالات والعبث بالحسابات والبيانة المالية للشركة منها ثمانئة مليون دولار تم اختلاسها من حساب التسهيل المصرفي وستة وثمانون مليون دولار دفعتها شركة النفط كغرامات وعملات لشركة كرو جاز اتهامات لقيادة شركة النفط بالتواطئ مع كرو جاز وغيرها من الشركات مما تسبب بحرمان شركة النفط من امتيازها باستيراد المشتقات النفطية مباشرة بل وتجري في رأس مال الشركة تحت بند دعم المجهود الحربي ودعم المجهود الحربي يأتي من أوجه عدة يقول مصدر النفطي أن أحد الشركات النفطية تقوم بشراء الديزل من شركة إيرانية تدعى جولدين كراون ومقرها دبي يتم سداد قيمتها إلى قيادة الميليشيا بصنعاء كجزء من دعم إيران لميليشيا الحوثي منذ سقوط صنعاء ومن بعدها اليمن برمتها تحت مبرر إسقاط الجرعة يعيش المواطن اليمني عهدا أسود وأزمة وقود هي الأطول والأكثر سوءا في حياة اليمنين ترجمة نانسي قنقر